هيدا دولار ماشي بطريقة مش مزبوطة هيدا دولار طالع بالتصاعد يتأثر بكل هاي العوامل مش عم يشتغل بس على العرض والطلب وعلى الاختصار في سياسي بالموضوع عمل لك هو عم يتأثر بالسياسي يعني اليوم صار حسب التجاذبات السياسية حسب القرارات اذا ارار مالي بيطلع الدولار اسرع اذا ارار سياسي بحث بيطلع الدولار قطع اليوم في عنا معطيات عم نشوف بالبلد في توطر بالبلد في اعتصامات بالبلد في مشاكل يعني هيدا الجو للأسف لا ينبق انه فيه اي شيء بيعطيك مؤشر ان الدولار بدي ينزل اليوم لما بتشوف فيه بمدينة صغيرة مثلا بحجم بيروت 3 ا4 اعتصامات بقلب المدينة كل اعتصام له عليها بقطاع فيه مشكلة يعني اليوم هيدا يتأثر فنحنا انا رجائي واملي انه مجلس النواب جديد خلص خطوطه التشريعية او خطوطه الدستورية بانتخاب رئيس مجلس ونائب رئيس وفورا فورا فورا ينكب على مشاريع الاوانين اللي اتكدست تحديدا الاقتصادية وياخد قرارات فيها اذا بده تعديل بدأ يعادة نظر تصير هذه العملية بسرعة ومنهم موضوع انا كتير حيوي كمان ناطروا من مجلس النواب اللي هو يقرد البنك الدولي لدعم القمح اذا هاو دي الاشياء صاروا وجمعة الزجاج مرأة عملية انتخاب الرئيس ونائب رئيس بشكل سلس ممكن نتأمل ايه نشوف انخفاض او يرجع يصير منطقي شوي الدولار ما يضل شابق هالشابق موسيقى